اشتركوا في القناة لإنهاض الاقتصاد العالمي الأهمية استراتيجية للقناة هي كون دول آسيا صاحبة أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تأثيرا على الوضع الاقتصادي مع موقع متميز للصين وهو ما لم تنكره الولايات المتحدة التي رحب رئيسها بالدور المتنامي لبكين على الساحة الدولية الولايات المتحدة لا تسعى لاحتواء الصين ولا يعني تعميق العلاقات مع الصين ضعافا لتحالفاتنا الثنائية بل بالعكس فبروز الصين قوية ومزدهرة يصب في مصلحات العالم مؤمدات قمة أبك ستتناول أيضا إنشاء منطقة تجارية حرة على طرفي المحيط الهادئ في عام 2020 والتغييرات المناخية والأمن الإقلمي ولكن أبعد من هذا تؤسس القمة لتوازنات دولية جديدة ولتركيز أمريكي متجدد على دول آسيا فكأن واشنطن باتت تعي أنها في وقت تنشغل في حربها على جبهات متعددة هناك من يستغل الوقت لأتسلح لمعركة قد لا تقل خطرا على جبهة الاقتصاد كرين ترابي بي بي سي